اشتركوا في القناة وصحة وأمان أشكر الهيئة السعودية للمهندسين على إتاحة الفرصة لإضاءة بعض النقاط في كود حفظ الطاقة السعودي اليوم رح نحدثكم على موضوع هويئة الطاقة وكفات الطاقة في الأبنية السكنية في المملكة العربية السعودية طبعا محتوى المحاضرة رح يتضمن نظرة بسيطة كأستاذ في الجامعة من حد نعطي معلومات عامة عن الموضوع في البداية الطاقة والقدرة تعريفهم كيف ممكن نعمل عملي الترشيد بعدين في عنا شيء اسمه هرم الطاقة وكفاءة الطاقة كيف ممكن نحصل الأمر هذا في مؤشرات السهلاك الطاقة في المملكة في عنا معايير للسهلاك الطاقة في الأبنية السكنية موحدة يجب أن نأخذ معاعتبارهم ونقارنهم مع غيرها بعدين منتقل لكود حفظ الطاقة السعودي الاس بي سي ستمية واثنين معامل انتقال حرار الكلي لأجزاء البناء في عنا بعض الأمثلة والصور والأرقام عن العزل للأبنية السكنية في ألمانيا وعزل السقوف والتضليل في الكود موضوع الجسور الحارية موضوع مهم جدا جدا من عدة نواحي راح نتعرض لبعض المؤشرات وكيف ممكن نتحاشى يكون في عنا الجسور الحارية طبعا موضوع تسرب الهواء والتهوية في الأبنية السكنية وفي بعض المبادئ الأساسية عن الأبنية المرشدة لسلاك الطاقة نوضحها وخاتمة ومقترحات طبعا بجوز هون هالصور البسيطة الموجودة معنا تمثل أنه تطور البناء كيف كان بالقرن التاسع عشر ما في أنظمة ميكانيكية من أجل تأمين شهوط الراحة داخل البناء ولكن في ملوثات زيادة نشر ملوثات بعدين بالقرن الماضي القرن العشرين كان في عنا تأمين راحة ولكن تجهيزات الميكانيكية كانت المطلوبة كتير حتى نأمن هذا الشرط هذا مع نشر ملوثات بسيطة أقل ولكن البناء اللي هو راح يكون أو المستقبل القرن الواحد وعشرين متل ما شايفين هنا يجب أن يكون أو نستفيد من البناء والطاقة الشمسية ترشيد وتقنيات بسيطة نطبع الحاجة الضرورية فقط سوف ينتقل البناء من نشر للسي أو تو إلى نشر للأو تو أو الأبنية الخضراء ما يعرف الأبنية الخضراء طبعا في يوم بيسموا يوم كفاة الطاقة اللي هو سبعة أكتوبر ولكن كفاة الطاقة يجب أن تكون على مدار العام دائما لأنه هي موفرة للفلوس وتخفف المروسات وبنفس الوقت بتأمن فرص عمل للناس نبدأ بالطاقة والقدرة الطاقة والقدرة الطاقة طبعا يتوقف السلاك الطاقة الأربائية في المنازل على مستوى معيشة الأفراد وظروف الطقس ونوعية البيت والعادات وأوال آخر في عنا مجموعة عوامل نحن ندفع لشركة الكهرباء كم كيلوات ساعي نستهلك كيف نحسب كم كيلوات ساعي أو منين بجوه الكام كيلوات ساعي الطاقة هي عبارة عن القدرة الموزونة لكل جهاز مضروبي بزمن تشغيل الجهاز مضروبي بعدد الأجهزة الفعالة أو الشغالة أنا إذا بدي أحاول أخفف من السلاك الطاقة أخفف من الفلوس المدفوعة بدي أخفف القدرة معتها هي اسم كفاءة أغير الجهاز مثل المكيفات في مبادرة في المملكة تغيير المكيفات القديمة إلى مكيفات حديثة وبالتالي هاي كفاءة اسمها الترشيد هو أنه الجهاز أنا بطفيه وأتموه لازم أحياناً أو بخفف عدد الأجهزة الشغالة كمان هذا عبارة عن ترشيد بتلاحظوا أنه بالترشيد أنا ما لازمني أي فلوس فقط وعي واهتمام وتركيز بها الموضوع هذا أما بالكفاءة لازم فيه فلوس مقابل ذلك بالنسبة لهرم الطاقة وكفاءة الطاقة نحن لازم نتقل بالهرم من الأسفل من القاعدة الأعلى بتلاحظوا أنه بالأسفل إن كان هون هو عبارة عن حفظ الطاقة ترشيد الطاقة نحاول نرشد باستلاق الطاقة بعدين ما يقدر نرشد الحل البعده لأنه المكلف في عنا الكفاءة ما لحقنا فينا كمان نلجأ لموضوع الطاقة المرددية ولكن لا ينصح كمهندسين نحن نبدأ بالطاقة المجددة نقول بنا نركب طاقة شمسية أو بنا نشغل بالطاقة طريعة أو الآخر إذا ما كان البناء أو ما كن سلوكنا مرشد وبنفس الوقت كفو لسلاق الطاقة وهي بعض الفوائد اللي بالمملكة إنه بتخفف من السلاق على الطاقة بتأمن فرص عمل بنفس الوقت إتاحة كمية النفط المتاح للتصدير تخفيف الضعطة الموازنة فوائد بيئية واجتماعية والحفاظ على الموارد وأمان وموثوقية في كفاءة الطاقة هذا هوني بدأنا بالمؤشرات المؤشرات في المملكة بتلاحظوا إنه الخط البني هوني هذا هو الخط المملكة إنه متصاعد بشكل دائم بالخمسطعش هون ستتعش طبعا هاي الكهرباء عم نحكي عن الكهرباء نحن هوني إنه بداية الستعش بدأ شوي ما يزيد يعني مستقر أو انخفض شوي نتيجة ابتفاع سعر الكهرباء وبعدها راح نشوف المؤشر الثاني بيعطي إنه فيه انخفاض شوي بالسلاك الكهرباء بشكل عام رغم إنه دول الخليجين بشكل عام كلها يتاع عالي السهلاكة تقريبا معدى عمان خلان نحكي ولكن لو قارننا مثلا المملكة مع دول الاتحاد الأوروبي الدول الاتحاد الأوروبي هو هذا الخط بتلاحظ إنه بالـ 1995 قاطع المملكة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة في زيادة متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي عبارة عن مستقرة وهذا مؤشر زيادة يعني مقارنة مع غيرها مؤشر آخر كمان هوني بالنسبة للمملكة بتلاحظ إنه الخط المنقط هذا هوني كمية أو استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة أو البترول في المملكة الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة في البترول أو الطاقة يعني مؤشرين اتنين كمتوسط بين 2013 ل 2017 بتلاحظ إنه هوني مرتفع بينين بـ 2018 الخط الأحمر هوني بتلاحظ إنه انخفض وخصوصا في وقت الذروي في الصيف وهذا كتير مؤشر مهم طبعاً الـ 2018 متل ما ذكرنا إنه بعد ما كان سلاك الطاقة الكهربائية في المملكة 48 أو 50 بالمية تقريباً بالـ 2017 نزلت لـ 43.6 بالـ 2018 نتيجة ارتفاع سعر الكهرباء وهوني المؤشر التاني اللي يعني نفسه اللي بيوضح الصورة هاي إنه هذا الارتفاع الأول بالكهرباء بتلاحظ إنه صار فيه انخفاض بالأبنية السكنية بالـ 2018 بدايته صار فيه ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء ولذلك منلاحظ إنه الارتفاع أو الاستهلاك نزل بشكل واضح في هالسنة هاي منيجي ننتقل لموضوع المعايير معايير استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية في عنا ثلاث معايير لاستهلاك الطاقة في الأبنية السكنية هاي واستهلاك الطاقة لكل وحدة سكنية وفي عنا استهلاك الطاقة لكل وحدة مساحة من مساحة البناء وفي عنا استهلاك الطاقة لكل شخص طبعاً هالثلاث مؤشرات هذولي بيقيموا البناء حسب هالدرجات الجودي تبعاً البناء طبعاً استهلاك الطاقة في المملكة لكل وحدة مساحة في الأبنية السكنية حسب الدرسات اللي تمت في جامعة القسيمة وكل تهندسي هي أقل من القيام المتاحة في المراجع ممكن يكون هو السبب المساحة المتاحة للشخص أكبر مقاتلاً مع المخصص العالمي الدراسات اللي تمت غير عنا أغلباً نمزجين نحن عملنا عملية مساح ممكن يكون مأخوز بعين الاعتبار فقط المساحة المكيفة يعني فيه عنا مؤشرات مختلفة هاي دراسة تمت هون في الكلية الهندسية بجمع القاسيم طلع معنا أنه سهلاك بين تقريباً 30 أو 29.000 كيلوات ساعي بالسنة لحتى 26.000 كيلوات ساعي بشكل عام ضمن هالمجال هذا علماً أنه السهلاك البيت العالمي من الطاقة الكربائية 3300 كيلوات ساعي فقط المتوسط طبعاً فيه دراسات عطت حتى 100.000 كيلوات ساعي هذا كله عبارة عن صور فيه زيادة منيجي لمعيار السهلاك الطاقة في الأدمي السكني أنه طبعاً معروف أنه يعني فيه السهلاك زائد ما ذكرنا لو شوف لاحظنا أنه فوق 30.000 كيلوات ساعي للوحدة السكنية بالسنة نتيجة الظروف المناخية القاسية نتيجة الاهتمام بالكفاءة الطاقة حجم المبنى الكبير الإشراف الفني شوي عدم وجود الصيانة دورية عدم توفر العمال المدربة عدم تطبيق اختبار مطابقة المواصفات والآخرين نحن عملنا دراسة كمان هون أحد طلاب ماجستير عمل دراسة أنه استلاك الطاقة في الأبنية السكنية كنسبة مئوية قلنا نحكي عن العزل الحراري أنه تكييف في المنطقة رقم واحدة المنطقة مؤسومة ثلاث مناطق المنطقة الرقم واحدة اللي هي أغلب المملكة ومننا القسيم والرياض 67% يتم استلاك من الطاقة الكهربائية في الأبنية السكنية من يجد تكييف فيما لو طبقنا الكود العزل الحراري SBC602 بيصير النسبة 17% فقط بالنسبة المنطقة الثنين اللي هي حائل والشمال منلاحظ أنه النسبة كانت 50% بصير عندنا 14% بالمنطقة رقم ثلاثة كانت 17% بصير ثلاثة بالمية طبعا هذا مؤشر كتير إيجابي أنه لازم نحنا نلجأ لموضوع ترشيد استلاك الطاقة والعزل الحراري كمان دراسة ثانية تم إنجازها في الكلية منلاحظ أنه هوني عندنا نسبة التوفير في الطاقة نسبة التوفير في الطاقة بين الرياض 63 بالقسيم حوالي 62 أو 61.5 نتيجة إجراءات مختلفة من العزل الجدرار عزل السائف والآخر كمان أيضا تحسين كفاءة أجهز التكييف في الهواء هدولي كلهم بيعطوني أهمية واضحة لترشيد استلاك الطاقة والأهم من ذلك هوني إنه عندنا تخفيض الاستلاك في وقت الزروي وقت الزروي كتير كتير شغلي مهم جدا جدا للمملكة لأنه عم يكون حمل الشبكة في وقت الزروي ضعف تقريبا حمل الشبكة في وقت الشتاء وهذا الموضوع كتير كتير يعني إيجابي إذا عملنا ترشيد في وقت الزروي البعدة هون في حنا ننتقل الكود حفز الطاقة متما تعرفيه هدف الكود إلى بيان طلبات الدنيا لتصميم وبيان وبناء المباني السكنية منخفضة الارتفاع ونموفر للطاقة في المنملكة العربية السودي هذا بالنسبة لكود حفز الطاقة طبعا هو رح يعطينا الاشتراطات وقيم العزل الحاري اللازمي للمباني وفق ثلاثة مناطق منطقة البيضة هي المنطقة رقم واحد المنطقة الصفرة هي المنطقة رقم اثنين والمنطقة منطقة أبهى هي المنطقة رقم ثلاثة طبعا المعامل الانتقال الحال كان مطلوب بالكود سابقا قبل الثلاثة عشرين أوغسط كانت هاي القيم تتطلب هاي سماكة عازل للسقف حوالي عشرين صنط يعني إذا ما عشرين بين ثمنتاش وعشرين صنط بينما للجدران كان حوالي تسعة عشر صنط لازم نكون معزول حتى الحقيق هالشروط هالقيم هاي بعد ما عدلوه تلاتة عشرين أوغسط صار في عندي قيم جديدة هالقيم الجديدة هاي نزلت سماكة العازل للسقف من إذا عشل اطناع سنتمتر والجدران حوالي ثمانية سنتمتر بكفي لانحق شروط العزل طبعا هاي قيم الجدول السابق وتم التعديل بدنا هون نتبه لموضوع انه لا يتجاوز يتجاوز تسرب الهواء لنسق النوافذ والمناور والأبواب لانزلقية خمسة عشر لتر في الثاني لكل متر مربع عند فحصة على ضغط خمسة وعشرين باسكال واثنين ونص للأبواب طبعا لتر لكل الثاني للأبواب المترجحة طبعا للبناء كل هون مسموح هون بالكود بالبناء مسموح انه أربع مرات وهذا عالي جدا عند خمسين باسكال مقارنة مع الكودات العالمية أنا برأيي يعني عدم التسرب هو عبارة عن مشكلة كبيرة طبعا هون ممكن ننوه لملاحظة بسيطة شخصية انه النوافذ عنكم تصنيع النوافذ بشكل عام في المملكة جيد جدا من حيث الكتامة ولكن الأبواب يوجد فيها إشكال بشكل عام ذات الأبواب الخارجية يعني ممكن النوافذ تحقق القيم هاي أو أقل من هالقيم هاي بشكل واضح أما الأبواب أنا برأيي فيها بده تحسين السابق من أجل كود حفظ الطاقة فترة استداد رأس المال حسب المنطقة المناخية وتحقق شروط العزل اللي هي كانت سابقا واللي هي العلاقة طبعا بسعر وحدة الطاقة سعر الكهرباء سعر المادة العازل كلفة العمل الشروط المطلوبة تاريخ العمل وجود برامج حكومي داعمي لذلك منلاحظ أنه الشروط السابقة كانت لمنطقة القسيم أو منطقة واحد هي تسع سنوات تقريبا هوني حسب الدراسة اللي تمت في الكلية وإداعش سنة في المنطقة اثنين وخمسين سنة في المنطقة رقم ثلاثة مما يعني أنه شروط العزل الموجودة في الكود للمنطقة رقم ثلاثة حكما غير مجدي لا اقتصاديا ولا فنيا ولا أي شيء آخر بينما المنطقة رقم واحد ومنطقة اثنين الأمور جيدة طبعا ما هي الحلول للمقترح ليصبح النظام مطابقا العنصر الأكثر فعالي في تحسين المقاومة الحرارية للنظام هو مادة العزل الحراري ولتحقيق مطلبات الكود يمكن تحقيق ذلك من خلال إما زياد سماكة العازل أو استخدام نفس العازل بكسافة أعلى أو تغيير مادة العزل الحراري بخصائص حرارية أفضل طبعا لو جينا للموضوع الاقتصادي هنا الكلفة و سماكة العازل منلاحظ أنه أنا في عندي الكلفة كلما زاد السماكة العازل ستزيد كلفة هذا شيء طبيعي وخط الأزرق يصير في عندي توفير في استهلاك الطافة كمان شيء كويس طبعا لو دمجتم مع بعضهم بطلع معي الخط الأخضر أنا هوني هالخط الأخضر هوني يعطاني الأوبتموم سكنس هذا السماكة المثالية سماكة المثالية هوني عند شروط اقتصادية وليس شروط فنية أنا مضطر في بعض الحالات أروح باتجاه السماكة الأكثر حتى أحقق الشروط الفنية لإن كان كود أو أي متطلبات أخرى لازم ننتبه على الأمر هذا كود حفظ الطاقة طبعا العزل الحالي لغلاف البناء نحن في حال استخدام أكثر من تجميع في مكونات غلاف البناء فأنه يجب حساب وتصميم معامل انتقال حرارة مكافئ كما يليه طبعا ينصح للجدران لحال والنوافذ للسقف لحال في حال استخدام طبقتين أو أكثر من ألواح العزل الصلبة في تجميعات البناء يجب أن تكون وصلات الحواف بين كل طبقاتهم الداخلية حتى ما يكون في عنا جسور حرارية حسب ما أجدت بالكود بالذات حين يتكون الجدار من الزاء فوق مستوى سطح الأرض وزاء تحت مستوى سطح الأرض يجب عزل كامل الجدار لذلك الطابق إما من ناحية الخارجية أو الداخلية أو يتم العزل بشكل متكامل من الجهتين حسب الحال المطلوبة ومن في عنا ملاحظة القيم حسب المقاومة أو حسب معامل انتقال الحرارة لعناصر البناء لا يغير شيء وإنما نفسه بالدليل حتى مرة عن المقاومة ومرة عن معامل انتقال الحرارة هني نفسهم ولكن بمعامل انتقال الحرارة بدي القيمة العظمى المسموح فيها والمقاومة بدي المقاومة الدنيا أما هني مقلوب بعضهم كيف حساب معامل انتقال الحرارة الذي أ diarrهية أفضل معه واحد على الا umm واحد على واحد على واحدة لله هي المقاومة الداخلي مقاومة الحرارة على السطح الداخلي أو بسموه طبقة الهواء الموجودة وهي الطبقة الخارجية مPU مجموع هي سماكات السماكات السماكة eres هالطبقة gather معامل انتقال حارة أو معامل التوصيل الحاري. عندي مقاومات هاي الخارجية وهاي الداخلية وعندي طبعا المقاومات الموجودة بشكل عام. بالنسبة لكل حفظ الطاقة معامل انتقال حارة الكلي طبعا بالدليل الإرشادي أسم الجيلار البلوك إلى ثلاث مقاومات. أنا وجد نظري ما يعني كثير هيك تدقيق وما في داعي له لأنه تأثيره محدود جدا جدا. بالذات أنه طالما عمقول أن المقاومة واحد نفس المقاومة رقم اثنين هذا يعني أنه ما في داعي أني أخذها مرتين. بأخذ المساحة فقط. بيكفي أجمع المساحات وبالتالي أنا بكون أخذت بعين توا. لأنه بالحساب الموجود أنه حتى المقاومة صف فاصلة ثلاثة ثمانية واطعة من ثون ربعة كيلفين. وبالتالي أنا فينا أجمع المساحات بكل بساطة وسهولة ما في أي إشكال الموضوع هذا. الأهم من ذلك يمكن اعتبار الجدار كله متجانس. لأن مقاومة انتقال حارة عبره لا تشكل أكثر من عشرة بالمين مقاومة لكل الجدار في طبقة عازل سبعة سنط. أنا حسبت يعني مشان الموضوع هذا. أنه الجدار كله على بعضهم مقاومته ما بتشكل عشرة بالمين مقاومة الجدار اللي في سبعة سنط سماكة عازل. يحصل ذلك لأنه لا يوجد عازل هلأ نحن لو كان ما في عازل مستمر في عنا مشكلة في عنا لازم نطبق أر واحد وأر اثنين حد أقصى. لو كان البلوك عادي سيكون التأثير محدود جداً. كمان لو كان حتى لو كان البلوك عادي ما في أي إشكال بالموضوع هذا. عنا هوني بعض الأمثل مثلاً جدار مألف هوني من ثلاث طبقات في عنا طبعاً حمل حاري داخلي وحمل حراري خارجي وفي عنا طبقة أولى هوني من الداخل هي عبارة عن خشب المقصة في عنا مادة عازلة في عنا بعدين البلوك عشرين سنط. هالجدار هذا فيما لو حددت أنا فيني أحسب هوني قيم درجات حارة مشان أحقق شرط كمان في عنا شرط تاني هو نحن العزل حاري صحيح بنوفر فيه بالطاقة ولكن الأهم إنه نحقق شرط الراحة داخل البناء. والدليل على ذلك في كتير ناس بيشكوا إنه أنا بشغل مكيفة بشكل دائم ودرجة حارة منخفضة ومع ذلك ما بشغل بالراحة لأنه بتكون درجة حارة الجدار هاي مرتفعة جداً سطح الجدار الداخلي بتكون مرتفعة مقارنةً مع الدرجة اللازمة تكون. ولذلك تلاحظ القيام هوني. هلأ تي واحد هوني لاحظ عطانا إياها إنه خمسة وعشرين فاصية خمسة وتسعين. بينما درجة حارة الجدار الداخلي درجة حارة الداخل قريب يعني أربعة وعشرين تقريباً. الفرق حوالي اثنين درجة أو اثنين كيلفن وده شيء كويس. طبعاً هاي المقاومات كلاتها. بعدين معامل معامل التوصيل حاري أو انتقال حارة هوني للجدار كل آياته. يوتو ساوي سفة ثلاثة ستة ستة حسب النظام الجديد. هدا محقق لشروط الكود في كافة المناطق. يعني لو عندي ثمانية سنط حقق لكل الشروط بكل المناطق. وعطانا السيالي الحارية لكل واحد من المربع اللي هي ممكن يكون منتشرة عنها. او اي مساحة جدار لعب تعيينه. لاحظوا انه وجود العزل. عطاني الدلتا تي اقل من ثلاثة كيلفن. الفرق ثلاثة كيلفن متنوعنا بين درجات الهواء ودرجات سطح الجدار الداخلي. هاي تعطيك راحة. اما لو كانت اغلى اكتر من هيك ما بصير الامور صعب تحقيق الراحة. طبعاً باضافة لذلك موضوع التكاسف في فصل الشتاء. وهي المشري ما كتير موجودة عنكم. اما في المنطق البعدي كتير مهمة. مسال تاني كمان. عندنا جدار. هالجدار هدا في عندي حالات مختلفة. فرضنا انه عبارة عن بيتون مسلح مع تليسي من الطرفين. بلوك مع تليسي من الطرفين. بلوك عشرة بعشرة مع فراغ هواء. بناتهم خمسة سنط مع تليسي. بلوك عشرة سنط بعشرة سنط بدل الفراغ الهواء. حطينا مادي عازلة مع 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 التوصيح هاري محدد. مع تليسي كل الموضوع هدا. حطينا بعض الفرضيات هون. منلاحز انه اليو حسبنا اليو بالحالات المختلفة. هون اليو بالبيتون المسلح اثنين فاصل ستة. مرتفع جدا. بالبلوك صار واحد فاصل خمسة ستة. من دون عزل من دون اي شي. مع فراغ هواء صار واحد فاصل ثلاثة ثلاثة واطعمة ربع كل بين. مع خمسة صنط عازل صار سف فاصل خمسة اربعة تمانية واطعمة ربع كل بين. يعني صار في تحسن. ولكن ما قدرنا نحقق الكود بهالشروط هاي بهالجدار هدا الموجود. حتى نحقق الكود صار بدنا انه الشرط اللي كان اول في المنطقة رقم واحد. المنطقة رقم واحد كان قبل. صور فاصل ثلاثة اربعة اثنين واطعمة ربع كل بين. حتى نحقق الكود لازم تكون السماكة. منطبق هالمعادلة هاي البسيطة. لازم تكون عندي السماكة حوالي عشرة سنط. بينما الشروط الثاني هلأ صار عندي. القيمة الشروط اقل سف فاصل اربعة سفر الى اخرين. صار في عندي سماكة سبعة سنط بتكفي لتحقيق هالكود. المواصفات اللي مطلوبة عنها. طبعا الجدار اللي هو صار في عندي بهالحالي. سابقا وكان شروط قاسي او كنا نسميها الشروط السابقة. اربعة وثلاثين سنتيمتر. هلأ صار واحد ثلاثين سنتيمتر الجدار بكفي لتحقيق الكود الجديد. لو كان ما في عازل حتى نحقق الكود لازم يكون سماكة الجدار حوالي المترين. حتى نحقق من البلوك حتى نحاول نحقق هالشروط الكود. اه في هون دراسة معمولة حول شروط او الاكساء البناء الاكساء البناء الخارجي بمواصفات مختلفة هون ودراسات معنا وحتى قيمة. انا برأيي عبارة عن دراسة مساعدي حتى الواحد يعرف شو شو المطلوب والاخرى. بنلاحظ ان القيم الحمراء هي كلها تغيير مطابقة للكود. لا القديم والجديد. يعني ما صار فيه تعديل فيهم بالحالتين. ما صار فيه تعديل بهالامر هذا. ممكن في في فقط بعض المناطق تحقق. ولا ما تحقق نسمين يعني منطقة رقم ثلاثة. اما البقية بقي عندنا القيم هاي هي السفلة هي المحققة للكود. واللي عطاني هون مواصفات عنها. اليو فالو بين اقل من سفاصل اربعة وتلاتين الى سفاصل اتنين ساعة وشرين. طبعا مع الكلف مع نسبة توفير الطاقة وهذا شيء كتير ايجابي. بالنسبة للعزل المستمر اللي ركز عليه الكود وحكى عنه بشكل دائم. آل العزل يكون مستمرا في جميع الاجزاء الانشائية. من دون جسور حرارية. يعني انا بدي يا جسور حرارية عزل المستمر. اثنين ما بصير مع بعضهم. يا هدا يا هدا. معدى نقاط التسبيت وفتحات الخدمات هاي ملزمين يكون مفتوحة. ويتم تسبيت تسبيته على الاسطح المعتمي في الداخل او الخارج. او يكون جزءا مدمجة من من الغلاف ضمنه. لم يتغير شيء اه في القيم الحالة اللي بجده البعادة التعديل الاخير اللي ذكرنا عنه سابقا. هلا لو رحنا بعض الامس اللي هون مثلا. هاي الصورة مصور انا من شهر او اشهر بابريل السنة هاي. منلاحظ انه اغلب الابنية اللي عم صير. عم صير في عزل بالسقف بس الجدران عم يكون فقط عبارة عن بلوك معزول. اكتر من هيك ما فيه يعني للاسف. اه عزل الابنية في المانيا منلاحظوني انه هذا مسلا عزل جدار خارجي. سمات العزل لجدار خارجي 18 سنتيمتر. هو لازم يكون 18 سنتيمتر. واعطاني يو فاليو صفة 22. رغم انه في بعض الحالات بقولك عزيل على كيفك. ولكن بدنا نستلاق طاقة للبناء او لوحة السكن اقل ما يمكن. هذا حالي تاني لجدار مطمور بالارض. كمان بدنا نعزله 12 سنتيمتر مع اليو فاليو حوالي 27. عزل السقف لاحظ هون السقف عزلوا بعشرين سنط السقف بدنا نعزله بعشرين سنط سماكة حتى تكون اليو فاليو طبعا ام نحكي على السقف الاخير اليو فاليو 0.19 واط عم مربع كيلفين. هاي صور انا مصورة شخصيا لبناء لاحظوا انه هون عم عم يعزل حوالي 16 سنتيمتر وهذا البناء مسكون يعني البناء مسكون عم عم يعزل وما في اي اشكال بالنسبة للحالات هاي. اه طبعا انا اخدت مادي اه من اكتر من عشر سنوات اخدت مادي من سوريا السيربور الابيضة زي العادي البسيط يعني المتوفر كان. اخدت ما اعيني ورحت على معمل اه متخصص في اه في تصنيع اجهزة قياس اه معامل الانتقال الحارة. وجمعت تعاونوا معنا وعملوا قياس للعين اللي اخدتها اللي هي بسيطة. نلاحظ انه معامل التوصيل الحاري الى بين 0.36 حتى 0.39 واط عم كيلفين. يعني اي مادة عازلة هاي بسيطة ضمن هال مجابد لشروط المتوفرة في اغلب مواد العزل. وهذا عزل لسقف بسوريا وهذا عزل بالمانيا وهي شروط العزل كيف ننحمي العازل كمان من الرطوبة ومن من اي ثقوب. نجي لموضوع عزل السقف. عزل السقف هدا عزل السطح كليت الهندسة بجامعة القسيم. عزل مائي عزل حرارة بعدين في عنا حماية بعدين في عنا طبط حماية خارجية. طبعا هذا الموضوع بتمثل هون بالمقطع بنلاحظ انه تقريبا نفس الموضوع هدا. انو انا في عندي بيتوم مسلح هذا الازراء وهون في عندي بلوك بلوك هوردي او او عازل في نحط عازل. وبعدين في عني طبقات التانية وممكن يكون في بلاط بالأعلى او حماية او الاخري ما يعني اي. هدا مثال هون في نحسب كمان شوي حسابات بسيطة انو العزل السقف لو كان مساحة السقف خنقول سبعين بالمية معزولة. ااا وتلاتين بالمية غير معزولة. لاحظا بالمقطع انجعى هوني عندي المقطع واحد واحد هون بيتوم مسلح المقطع اتنين اتنين هو في فيه مادة عازلة. لو حطينا هون المقطع واحد واحد التي هي بيتوم مسلح لاحظوا الـ 5.333 dranعي في ربع كلها. انو بيتوم مسلح قيمته مرتفعة. القيمة التانية انو انا فيه عندي عازل هوني في عندي عازل عشرة صنط. هالعازل عشرة صنط هذا نزل الـ هذا شي كتير كويس. بس انا بدي اطبع العلاقة اللي اخدناها في البداية. تساوي المقطع واحد بالمساحة زائد المقطع اتنين بالمساحة. على المساحة الكلي. بتلاحظ انه صارت واحد فاصل تمانية اربعة واطعمة اربعة كليون. وهذا رقم عالي جدا جدا. يلاحظ انتفاق قيمة مع انتقال حرار الكلي متوسط. بشكل كبير نتيجة وجود ثلاثين بالمية فقط من السقف غير معزول. لا يحقق هذا السقف مطلبات كود العزل الحراري طبعا اللي هي بالمنطقة الرغم ثلاثة هالقيمة هاي. كما ان القسم المعزول لا يحقق مطلبات. حتى المعزول لاحظ بعشر صنط لا يحقق المطلبات. مما يعني ضرورة عزل السقف بعازل بسماكة اكبر مما هو موجود حاليا. هاي صورة لسقف كمان هون ببناء. اللاحظوا انه حط هدا المادة العازلة. ولكن التسليح كبير وما في عندي ما هو في عزل كامل. ولذلك متل ما نلاحظ انه متل الشي السابق رغم انه يعني كان ممكن حله بكل بساطة سهولة لو لو تم اضافة خمسة صنط على ارضية الفرش الخشب ساعتها بيكون العزل بشكل كامل او من فوق فوق البلاط بصير منه من الحالتين. موضوع التزليل اللي هو ورد بالكود ايضا لا يحتاج نسق النوافذ العمودي الى التوافق مع معامل كسب الحراري الشمسي الوارد في الجدول. في حال اداة التزليل الشمسي البارزة الموجودة لنسبة اتش على في تساوي اكبر اكبر او تساوي سب فاصل خمسة. وعطاني شو هي الاتش هو الامتداد والفي هو من اسفل الامتداد لا اسفل النافذة. طبعا منلاحظون انه هالامتداد هذا يشلون بيمنع الاشعاع الشمسي المباشر. اما الغير مباشر بدي يفوت. كمان هوني لاحظوا انه ازا ما في راح يفوت. لو كانت التزليل من الداخل متى ما فات الاشعاع الشمسي الى داخل الغرفة بصير صعب طلتوا على برا. راح صار اجباري بدو مكيف. هذا صار كل الشمس صارت جوا. نفس الحكي هوني رغم انه في عنا بعض الهوني في بعض التقنيات بيستخدموا العواكس فيها ساعة تمنع دخول الاشعاع الشمسي الى الداخل. بالنسبة للجسور الحرارية. الجسور الحرارية متل ما بتعرفوا يعني شغلي مهمة جدا جدا. بالبالبالداء. وبتأثر على الانشاء وبتأثر على الراحة. وبتأثر على السلاك الطاقة. لاحظوا انه هون عندي جسر حراري بالعامود. انا انا مربق مركب طبقة عازلة من الداخل هذا الخط الازرق هوني. ولكن العامود ما ما عملت له عزل صار في عندي جسر حراري. او بالزاوية هوني كمان جدارين مع بعضهم هوني التقاء جدارين مع بعضهم ما صار صار في عندي جسر حراري. الحل للموضوع هذا انه انا اعمل العزل لاحظ بشكل مستمر. بده يكون عزل مستمر. ان كان هون وان كان هون بدي اعمل يعني اعمل هالمتغير. اما العمود اعمله بالطول بحيث يكون ضمن الجدار وحطله عازل مستمر. او اذا بده اخليه متماهوي بدي اعمل العزل على شكل العمود. نفس الحكاية بالنسبة للجدران. بالنسبة للجدار مع السقف كمان هون بصير في عندي. انا ممكن افكر افكر ان عملت شغلي كويسي كتير كويسي. انه اذا عزلت هوني الارضية بشكل كامل للطابق الاعلى. والجدار عزلته لاحظوا لهوني. بس بقى عندي هالسماكة هي سماكة السقف ماي معزولة. سماكة السقف ماي معزولة بده تمرر هون سوي جسر حراري. متل ما زا كنا ساوقنا حسيقنا انه بدي يكون سماكة الجدار هوني حوالي مترين حتى يحل مشكلة العزل الجسور الحرارية او يكون مثل متل العزل ازا كانت بين سنط العازل. بهالحالي هاي حتى اتخلص من مشكلة الجسور الحرارية ممكن انا لاحظ عملت هذا مثل ما هو سابقاً الأسفل مديته خمسين صنط حد أدنى خمسين صنط نحو الداخل حتى ما يكون في عندي إمكاني لعبور الجسر الحراري بأتجاه هذا أتخلصت نسبياً من الجسر الحرارية بهالحالة هاي بالنسبة تسرب الهواء أو التهوية يجب إغلاق أو سد أو حشو أو وضع الغشاء العازل لتقليل تسرب الهواء من مناطق غلاف البناء التالي هين الوصلات المحيطة بالنوافذ الروابط الموجودة بين الجدران والأساسات الفجوات في فتحات خدمات المرافق بالأسقف والآخرين راسق النوافذ التجمعات الوصلات كل الفتحات الأخرى كلها بنحاول نمنع وتسرب الهواء لأنه وتسرب الهواء لازم في بعض الحالات أنا بدي كمية هواء حتى تعمل لعمية تهوية يجب تركيب نظام تفريغ ميكانيكي أو جهاز تزويد أرسال الهواء إلى داخل المكان أو اتنين معا بيدي وحتاج السكنية لتوفير عمية التهوية لجميع المبنى وحسب الكود عطاء كمية الهواء اللازم تتأمن هي بها العلاقة هاي البسيطة إلى علاقة بالمساحة أو وأيضا إلى علاقة بعض الأشخاص الموجودين في البناء بيطلع معي هوني عدد حجم الهواء اللازم أنا أعمل له عمية تهوية لو كان عميجي من طريقة تسرب ما عميجي من طريقة تسرب لازم أنا أقدم هالكمية الهواء هاي حتى أحقق شروط التهوية المناسبة وإلا كمان بيأثر على الراحة وبيعمل على مشاكل أخرى معدل التهوية معدل تدفق الهواء هواء عدم التهوية المحلية المتقطعة للمطابق خمسين والحمام خمسة وعشرين لتر بالثانية تدفق الهواء بشكل إذا كان مستمر عدد مرات غير هواء أعطها خمس مرات للمطابق والحمام عشر لتر بالثانية بشكل عام طبعا خمس مرات كمان رقم يعني ممكن يكون مرتفع نسبيا قليلا في عنا موضوع كمان بتمنى هيك يصيد فيه اهتمام شوي مبدأ الأبنية المرشدة في السلاق الطلقات هذا بناء أنا شاهته وتابعت مراحله في ألمانيا موجود طبعا سماكة العزل فيه حوالي 18 سنتيمتر معزول للجدران والسقف كمان معزول بشكل ممتاز نحن حتى نقول طبعا هوني بتلاحظوا ان هاي سماكة العازل هوني مع هوني الموانع موانع التسرب كلتها موجودة النوافذ ثلاث طبقات زجاج مع توصيلتها مع تركيبتها نحن حتى هل هالأمور هاي حتى نقول انه أبي مرشد السلاق الطاقة طبعا هونيك فيه برامج حكومية تدعم هال هيك مشاريع تدعمه بمبلغ بمبلغ مالية مجزية طبعا بناء على الدراسات ما انه والله شغلية بس انه انا بدعم المبنى باخد الدعم بدي يكون فيه وسائق وتقارير مهندسيين او مختصين في هالمجال هذا راح نشوف هلا بعضها لازم نطبق يعني لازم يطبق حتى نكون مرشدين او مبنى مرشد حزل حراية رقم واحد نوعية العناصر مثل ما ذكرنا هون النوافذ مثلا هتكون سلاسية استفادة من الطاقة الشمسية احكام بدي يكون فيه اغلاق تام مثل ما لاحظين هوني مسكر كل اي اي مسرب اسا كمان بدنا نعمل عملية استفادة من استرجاع الطاقة نحن هوني مثلا عنا بالصيف الابنية اذا كان في عندك عملية تهوية مركزية الهواء اللي عميةية يطلع لبرة بارد نسبيا بالنسبة الهواء اللي عميت دخله من بره لجوه لو عملت مبادل حاري بيناتهم خدت البرودي من الهواء هذا عملت استرجاع وبالتالي بتحقق ساعتها الابنين ورشة الاستلاخ الطاقة اللي هي بتحصل على كفاءات هوني احد التقارير اللازم تتقدم بالابنية هاي مثلا انه التسرب التسرب لاحظ هوني عطى انه مسموح هو صفر فاصل ستة واحد بالساعة مرة بالساعة يتبدل هو هو في هذا البناء اللي شوفنا صورته قبل عمل القياسة يطلع صفر فاصل خمسة طبعا عند فرق ضغط هو خمسين باسكال وهذا التقرير وهذا الاختبار اللي اللي قام فيه المهندس المختص لهالامر هذا بنوصل لتوصيات او خاتم المقترحات يعني بتمنى يوصل هالمقترحات هاي للجميع عمل حملة توعية وطنية حول اهمية هذا الموضوع لانه موضوع كتير كتير مهم بده اهتمام اكثر تطبيق القود في المنطقة رقم واحد في المنطقة رقم اثنين وتخفيض الشروط في المنطقة رقم ثلاثة وان كان الشروط القديمي او ان كان الشروط الحديثي انا برأيه تطبق في الواحد واثنين مية بالمية ما في ايه بالعكس فائدة مية ممتازة اما المنطقة الرقم ثلاثة بدأت تخفيض توسيع برنامج دعم تبديل المكيفات القديمي وتسهيل ذلك يعني في كتير ناس حتى الان ما بيعرفوا انه في برنامج بعد المكيفات او او مبادل المكيفات وتعميمه على كل المناطق لانه في فائدة كما لاحظنا انه حوالي ثلاثين بالمية من الطاقة ممكن نوفرها في تبديل مكيفات تقديم حوافز مادية للذين يطبقون الكود الجديد في الابني القديمي وجديدي من خلال برامج مختلفة ممكن يكون حصة من ضرائب موجودة كما هو الحال على السيارات هلأ منشي كام يوم اريد خبر انه صار فيه اثناء تجديد اوراق السيارة في عندك رسم بيئة لموضوع كفاءة الطاقة هذا ممكن يطبق على كفاءة الطاقة على الابني السكنية او على اي ابني اخرى تقديم دورات المهندسين والفنيين والمقاولين العامين في هذا المجال ولو كانت مأجورة على حساب الدولية الاستفادة من الخبرة الالمانية في هذا المجال هاي من نكون يعني ان شاء الله قطينا الموضوع بشكل مقبول في كتب منشورة في جامعة القسيم هوني الكتب هاي يعني العلاقة بالطاقة الشمسية بالتكييف الهواء وفيه كتاب طاقة المباني والبيئة مركز على موضوع العزل والابني الخضراء والى اخرى هذا الكتاب كان مقرر لطلاب العمارة هاي مجموعة اوراق بحسية تم نشرة حول استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة في الابني السكنين في المملكة العربية السعودية بالذات هذا وطبعا هذول الاربع مجلات او الاربع بيبرس هذول باي ساي جورنال وهذا سكوبوس هذا تأثير لاحظ تأثير تطبيق الكود لحفظ الطاقة في الابني السكنين في المملكة العربية السعودية بالذات يعطى ارقام ومؤشرات فيه مننا عرضناها عليكم اليوم ان شاء الله شكرا جزيلا لحسن اصغائكم وبكل سرور جاهزين للمناقشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إشتركوا في القناة الل START